فالعربية لغة عريقة جداً بيد أنها رغم هذه العراق التي لم تماثلها فيها لغة أخرى ظلت محافظة على شكلها ومضمونها أو قل على مبانيها ومعانيها بصورة متيشة فإن من أغرب ما وقع في التاريخ وفي تاريخ اللغات البشرية وصعب فهم سره وإدراك كنهه بقاء هذه اللغة مصونة فتية غضة طرية ناطقة على ألسنة الأجيال الحاضرة كما كانت تنطق على ألسنة الأجيال الغابرة لم تستغرب ولم تستعجم بل لم تتبدل ولم تتغير ولم تمت مثل ما تبدلت أو ماتت سائر اللغات التي عارفها الإنسان وهذه من أميز سمات هذه اللغة الشريفة أنها ظلت حية غضة طرية تؤدي مطلوبات العصر كما لا تؤدي أي لغة أخرى وهي باختصار هي أقدم لغة موجودة على ظهر الأرض ماتت كل اللغات التي جاءت إلى الكون ماتت وتبدلت وتغيرت حتى أصبح فقهاء تلك اللغات لا يفهمون الجزء اليسير منها لكن ظلت هذه اللغة رغم قلة الاهتمام بها وضحف أهلها ظلت وهذه من حيث المبدأ أنا أبدأ من هنا أبدأ المعجزة من هنا لماذا لم تمت لماذا لم تنطبق نواميس الكون التي انطبقت على جميع لغات الدنيا لماذا لم تنطبق على هذه اللغة رغم الظروف المحيطة بها والتي نعلمها جميعا يعني لماذا لم تتغير لماذا لم تتبدل لماذا لم تتحول لماذا لم تمت نحن لدينا شواهد مكتوبة ترجع إلى أكثر من ألفين سنة باللغة العربية ألفين سنة ومعروفة يعرفها القاصي والداني معروفة يعني هذه كتابات مكتوبة منحوطة في كثير من الصخور يعرفها كل من يقرأ العربية وكل من له الحد الأدنى من معرفة بهذه اللغة فهناك نحت النمارة وهناك نحت نحوط كثيرة موجودة الآن في المتاحف المختلفة يرجع تاريخها لأكثر من ألفين سنة في نحت النمارة يقول النحت يقول هذا القبر اللي يمره القيس يعني هل الكلام ده فيه غربة يا أخوانا وفيه شيء مخالف لا نفهمه هل الكلام عمره ألفين سنة طبعا نفارق في أنه اللغات الأخرى لا يتجاوز يعني إذا مر عليها 300 أو 200 سنة تكون بعد كده من مخلفات التاريخ لا يفهمها أحد ونأخذ مثال على ذلك اللغة الإنجليزية التي نتحدثها اليوم والتي يعرفها الكثيرون هذه اللغة المفهومة الجزء المفهوم من اللغة الإنجليزية اليوم لا يتعد عمره 300 سنة لغة ما قبل 300 سنة لا يفهم أحد نهائيا المتعلم منهم والعامي لا يفهم بل وإن مضى على تأسيسي أو على النطق بها 400 سنة فتصبح من مخلفات التاريخ ولمسألة غريبة يعني كيف هذه اللغة التي يعني يهتم بها أهلها ويعيرونها كثيرا من الاهتمام والاحترام تموت وتتلاشى وتتضاءل وتبقى هذه اللغة أنا أعتقد أنه هذا أول منطلق منطلق منه أن هذه اللغة العربية هي أقدم اللغة موجودة الآن على ظهر الأرض أقدم اللغة حية على الإطلاق